أزال الوزير والنأب السابق بشارة مرهج يرتاد دار الندوى في شارع الحمرة العابق بالأجواء القومية العربية يجلس متنقلا بين المكاتب وهو يعلم أن القسط الأعظم من مسيرته السياسية أصبح خلفه قسط نبش فيه النأب السابق التصخوري من على منصة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان معتبرا مرهج إحدى الودائع السورية التي فرضت على لوائح رفيق الحريري الانتخابية الودائع كانت تعني مرشح يترشح على روائح الرئيس رفيق الحريري ولكن ولائه التام هو لجهاز الأمن السوري اللبناني مرهج تبع باستغراب شهادة زميله السابق أنا باستغرب كيف الدكتور غطاس خوري بيأتي على هالكلام هيك يعني السطح أنه والله وديعة سورية رده على زميله في كتلة قرار بيروت يبدأ من تحديده لعلاقته بالحكم في سوريا ولبنان منذ عام 92 أنا جيت على ليحة اللي ما كان دعم الرئيس الحريري جيت على ليحة الرئيس رشيد الصلح الحمد لله وقتها نجحت خرقت الليحة يعني ليحة الرئيس الحص اللي كانت مدعومة من الرئيس الحريري كان الرئيس السنيورة هو المدير عام لهذه الليحة دخل مرهج أولى حكومات الحريري عام 92 وزيرا للداخلية مقربا إلى رئيس الحكومة الجديد يعني نحن كنا متفاهمين بعض الطائف وسن 92 حكومة الرئيس الحريري أنه المسائل السياسية الكبرى متفق عليها بالتفاهم مع سوريا وأنه سوريا عندها تفويض عربي وتفويض دولة مش سوريا موجودة لأنه في قرار من فريق سوري أو من لواء سوري أو من عميد سوري مرهج بقي نائبا في كتلة الحريري حتى خلافه مع الأخير وخروجه من الكتلة عام 2004 صارت خلاف موضوع العراق يعني خلاف كبير موضوع حول السياسة الاجتماعية والاقتصادية وبالنسبة لموضوع دمج المصارف كنت أنا كتير واضح بمسألة دمج المصارف واعتبرت أنه كان في استهانة بالحكومة اللبنانية وتجاوز للحكومة اللبنانية ما كان له علاقة الاستغانة من خروج من الكتلة بعلاقة الرئيس الحريري وتراجعها مع سوريا؟ لا ما كانت مطروحة كان الرئيس الحريري بموضوع سوريا واضح وبسيط قال لي أنا برة إذا بيختلف أنا وسوريا أنا بترك موضوع الخلاف مع سوريا بالنسبة له ما كان وارد هاي اللي آخر رسالة أنا سمعتها منه هاي اللي قبل الأربعة قبل الألفين واربعة ومن الاستعراض التاريخي عودة إلى شهادة خوري ما هو بيعرف لما كان هو لولب اللقاء الاستشاري يعني المسيحي النيابي الاستشاري اللي تألف لمناهضة لقاء أرنة شهوان ما تألف ببيته وكان هو الرأس الحربي فيه هل إن ما يجاهر به البعض منه من عداء ضد سوريا منذ التمانينات حتى اليوم هو في محله وملازم للحق والصواب وهل هذه المجاهرة تخدم استراتيجية الوجود المسيحي في الشرق؟ أما آن الأوان لمراجعة حساباتنا بعد الاستدامة المتكرر بالواقع؟ تكثر الروايات التاريخية في شأن كل حقبة من حقب تاريخ بلد مختلف على تحديد هويته هل تتوقع المحكمة أن تنتهي بإصدار كتاب موحد لهذه الروايات؟ إن الله ولي التوفيق جاد غصن قناة الجديد